موسيقى Hi everyone كيفكم تشالتكم بأفضل حال وانتو عم تحضروا هادا الفيديو ساليوم رح نحل نص وزاري للفرع الأكاديمية والمهنية على الوحدة العاشرة هذا الدرس كتير مهم وكتير متوقع لهاي الدورة التكميلية والنظامية درسي هو فاطمة موسى اللي هي المترجمة My job as an interpreter عملي كمترجمة بالوحدة العاشرة طبعا من بداية الفقرة واضح My name is Fاطمة موسى فأكيد رح تقربوا هادا الدرسي اللي هو درس فاطمة موسى منروح هلا على الأسئلة نوع السؤال الأول السؤال الأول بيحكي لي write them down عددهم ركزول كتير منيح بهذا السؤال لأنه حتى الطلاب يريدهم مش رانصوا تشنيص غالبا مش حتصبت معهم فركزوا فيه كتير منيح بيحكي لك عدد انه فاطمة موسى does two things فاطمة موسى بتعمل شيئين while بينما translating بينما هي بترجم at a conference وهي عم بترجم بالمؤتمر في شيئين بتعملهم ركزوا منيحون هلا الطالب رح يشوف كلمة conference اللي هي مؤتمر بيروح بيجاوب بالجملة اللي حكت انه أنا بروحها لمؤتمرات هاي ها conferences انه هي عملها يتضمن الذهاب لمؤتمرات وندوات حول العالم هيك رح يجاوب الطالب لأنه شاف كلمة conference لكن هذا خطأ كتير كبير هي حكو لك انه تعمل شيئين وهي بترجم بالمؤتمر يعني هون بدو the steps خطوات translating خطوات الترجمة تمام؟ خطوات الترجمة بعد هاي الجملة لما حكت when a person speaks in English لما شخص بتحدث الانجليزي بالconference بالمؤتمر شايفين هم هون بدو يومياك تركز هاي كلمة conference التانية مش الاولى يعني وهي بالمؤتمر شو بتعمل؟ بدوهم بس شيئين هو بالفقر موجود تلات اشياء الاشي الاول تحكي تسمع شو عم بيحكوا الناس من خلال السماعات تنين I then translate into Arabic while the speaker is talking والترجم للعربي والمتحدث وهو يتحدث هيك بيكون هدول التنتين جواب كافي في نقطة بدي أنوه عليها كتير مهمة صراحة هاي النقطة بتتميز يعني هاد الطالب عن جد انه فهمان شو عم بعمل او لا بس عم بمسخ النسخ في كتير من دروس مادتنا بيكون فيها الشخص عم بيحكي زي مثلا بالوحدة التاسعة عندكم مستر غانم مثلا بالوحدة السادسة أنيتا مثلا بكتير دروس انو الشخص بيكون عم بيحكي بمعنى انو هو عم بيحكي فباستخدم ضرير ال I هلا احنا هون بالاسئلة هو بيسألك انت شو بتعمل بالمؤتمر وانت عم بترجم فتيجي تحكي له انو انا بسمع وانا بترجم لا هو ما عم بيسألك عم بيسألك عن فاطمة موسى بيسألك انت عن فاطمة موسى فهون يفضل 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 تحويل الضمائر يعني بدل ما هلأ تيجوا تكتبوله I listen تكتبوله جملة نفس ما هي بدل I تكتبوا she listen to what they say through headphones وبدل I she then translate into Arabic while the speaker is talking يفضل هذا الشيء صراحة بيميز الطالب انو فهمان شا عم بيكتب سو هيك السؤال الأول خلصنا number two نوع السؤال W at your question why does فاطمة موسى decided to be an interpreter ليش فاطمة موسى قررت تكون مترجمة طبعا الطالب بيجي بيشوف انو decided to be an interpreter هيك موجودة بالسؤال بروح بدور عليها وين بيلاقيها بيلاقي هاي الجملة بالزبط هيها هون فبيجي الطالب بيعطي هاي الجملة انو عن جد انت هيك اعطيت بس السؤال هم حكولك ليه هي قررت تكون مترجمة بتيجي انت بتحكي لهم نتيجة لذلك قررت مهنتها تكون مترجمة ليه شو السبب السبب رح يكون الجملة يلي قبل يلي هي حكت اسباب دخولها لمجال الترجمة يلي قبل يلي هي رح تكون من بدايتها at school I was very good at English بالمدرسة كانت كتير شاطرة بالانجليزي لهيق قررت تكون مترجمة تمام وبرضو هاد السؤال كونه هو مش اقتباس فيفضل تحويل الضمائر فيه يعني انت بتحكي at school she was very good at English بس السؤال يلي ما بتحول فيه الضمائر هو فقط سؤال الاقتباس لأن الاقتباس بحكي لك أعطيني الجملة نفس ما هي ما تغير عليه هالشي أوكي سو هيك صرنا خلصين سؤالين سؤال يلي بعد number three بحكي لك there are two things فيه شيئين an interpreter needs to know يعني شيئين بحتاج المترجم انه يعرفهم هذا السؤال زي كأنه بسألك عن difficult صعوبات عن challenges التحديات هدول الشيئين شوفوا يعني انتوا لو بتكونوا كتير مركزين على كلمة no أنا من نسبة إلى حكاية للطلابي بالشرح الصعوبات سواء سألكم عنهم أو التحديات أو أي شيء مثل هيك التحديات وصعوبات بعد كل كلمة no فبنيجي نحن على الفقرة هاي عنا كلمتين no كل واحدة بيجيها بعد كل واحدة بتكونوا الصعوبة أو التحدي هذا هو الشيء اللي بدوا بدوا إياه بهذا السؤال فمثلا هنا عندكم as well هي knowing original English هاي number one اللي هي معرفة الإنجليزية الأقليمية number two you also need to know a lot of specialized language اللغة المتخصصة فهدول هم النقطتين يلي رح تجاوبهم بهذا السؤال شو المترجم لازم بيكون بيعرف الإنجليزية الأقليمية والإنجليزية المتخصصة هدول هم جواب للسؤال الثالث نيجي على السؤال الرابع برضو what is the effect of bad translation شو هو أثر الترجمة السيئة هي حكت بالفقرة الأخيرة إنه عن الترجمة السيئة إذا الواحد ترجم بشكل سيء شو رح يصير فإجت هون حكت I am aware أنا واعية if I translate things badly هيها إذا ترجمت الأشياء بشكل سيء يعني بالسؤال حكالك bad translation هون بالجملة translate things badly الجواب يلي هو بيكون it could affect إنها رح تأثر an important law قانون مهم or trade agreement تجارة ما بين دول بتيجي تحكي لي ما سعادي أجاوب الجملة كاملة إنه بعرف هو مش اقتباس وما سعادي أجاوب الجملة كاملة أكيد عادي تمام؟ أوكي نيجي هلأ السؤال يلي بعث what does Fatima's job involve involve بمعنى يتضمن شو بتضمن عمل فاطمة إذا أنت مش فاهم عن شو بتدوء أو إيش بتضمن هاي الكلمة هي اللي رح تساعدك ليه؟ لأنه رح يجيك بالفقرة الأولى ويحكي لك هايها حكت هون my job now involve عمل الآن يتضمن going to important conferences and seminars around the world فهذا هو الجواب هاي هي الجملة ممكن إنكم تغيروا بدل my hair hair job عملها يتضمن تمام؟ هذا هو الجواب نيجي هلأ على السؤال الأخير اللي هو سؤال معنا بيحكي لك find a word جدي الكلمة بمعنى a class on a particular subject usually given as a form of training هي class of a particular subject على المادة محددة يلي هي كلمة seminar تمام؟ فالجواب هاد هو رح يكون درجة المهم بس هيك هي أسئلته كتير مهم تكونوا مركزين عليك كون الدرس النص سهل بالعادة نحنا إذا كان النص سهل بيدققوا شوي بالأسئلة وهيك بيكون خلص شريحنا لليوم بيحادة الفيديو thank you for listening bye bye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة